في أخر ردود الفعل الدولية المتعلقة بالملف الإيراني النووي قال الرئيس الفرنسي مانيويل ماكرون أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي وتجنب التصعيد مشيرا إلى أن الاتفاق النووي تشبه ثغرات إضافة إلى حاجته إلى الاستكمال ماكرون قال أيضا بأن مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحاجة إلى الحل ومن جانبها عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني عن قلقها من موقف إيران إزاء الاتفاق النووي معتبرة بأن الاتفاق النووي مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة قمة الاتحاد الأوروبي في رومانيا يطغى عليها الملف الإيراني رغم أن الأولوية هي لقضايا الأوروبيين أنفسهم وعلى رأسها البريكسيت والتنقيب التركي عن الغاز غرب قبرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترى بأن الاتفاق النووي غير كاف موظيفا عقدة الصواريخ الباليستية منذ البداية انخرطت فرنسا بقوة في الاتفاق النووي الذي وقعناه وتفاوضنا عليه طبعا هذه الاتفاقية ليست كافية ونرجو استكمالها بحلول عام 2025 بالتزامن مع مراقبة نشاط إيران الباليستي وتحركاتها الإقليمية ونتمنى الحفاظ على هذا الرقم من خطة العمل الشامل المشتركة اتفاقية عام 2015 يجب أن نحافظ عليها ويجب أن تبقى إيران ضمن هذا الاتفاق الاتحاد الأوروبي رفض بدوره أي مهل من إيران مبديا تمسكه بالاتفاق نحن ملتزمون بالتطبيق الكامل للاتفاق النووي فهي مسألة أمنية بالنسبة لنا والعالم أجمع ستستمر الجهود الأوروبية في الحد من انتشار الأسلحة النووية لأن ذلك أولوية قصوى بالنسبة لنا وقد شهدنا التزام إيران الكامل بشروط الاتفاق النووي وتجد أوروبا نفسها ملزمة بالمحافظة على ما تبقى من الاتفاق النووي الذي تراه ضرورة أمنية في وقت تشدد الولايات المتحدة طوق العقوبات حول إيران التي تلوح من جهتها بمهل وإجراءات من شأنها تقويض التزاماتها باتفاق فينا رمضان بالعمري العربية عبرت حاملة الطائرات الأمريكية إيبرهام لينكن قناة السويس المصرية اليوم في طريقها إلى الخليج بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المصرية يأتي ذلك في وقت نشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران وأكان مستشار الأمن القوي الأمريكي جون بولتن قال في وقت سابق إن نشر مجموعة من الحاملات الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم محتمل وفق وصفه مجموعة حاملة طائرات تريدهم وفق وصفها وفق وصفها ومجموعة حاملة طائرات تخفات وفي شرق أمر استخدار سابق من قول أظهرت لقطات فيديو نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية إقلاع أربع قاذفات بـ 52 خلال توجهها إلى منطقة الخليج وكان مسؤولنا في البنتاجون أو كنا رأينا طبعا هذه الصور ومسؤولنا في البنتاجون كانوا أكدوا أن تلك الخطوات تأتي بالفعل لردع إيران عن أي هجوم تعد له ضد القوات الأمريكية الآن معنا مشاهدين من جدة الأكاديمي والمحلل السياسية دكتور خالد باطرفي أهلا بك دكتور خالد معنا دكتور هل ستنجح هذه المناورة أو هذا التكتيك الإيراني الأخير بإقحام أوروبا والضغط عليها لإيجاد حلول لمسألة النفط والبنوك الإيرانية طبعا فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية وهل تستطيع أصلا أوروبا أن تجد مثل هذه الحلول إيران تحاول أن تلعب على الأوتار كلها يعني في نفس الوقت الذي كان روحاني وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية يهدد أوروبا بإطلاق اللاجئين والمخدرات وغيرها من الأشياء التي تخشاها أوروبا وتدعي إيران أن هي تدعم هذه الأشياء ومن بينها ثلاثة مليون أفغاني لاجئ في إيران هددوا بإعادتهم إلى بلادهم لكن هذه الضغوط يقابلها في نفس الوقت انفراجات يعني نجد أن هناك تصريح من ممثل إيران أو المتحدث باسم الطاقة الدرية الإيرانية يقول فيه أننا منفتحون على التفاوض وأننا لن نغير من موقفنا من الاتفاق النووي وغيره ولكن دكتور أليس هناك فيما يتعلق بمسألة إعادة التفاوض هي قد لا تكون ربما حقيقية على الأقل بأن هناك انقسام داخل البيت الإيراني حول هذا الموضوع أصلا هذا صحيح هناك انقسام داخل البيت الإيراني لكن هناك توحد الآن في وجه الضغوط الاقتصادية الهائلة على الاقتصاد الإيراني الكل يريد مخرجا من ذلك يظنون أن أوروبا بإمكانها الضغط على الولايات المتحدة باعتبارهم حلفاء للولايات المتحدة ولكن هذه الضغوط مرست من قبل حاولت أوروبا أن تضغط على أمريكا ورفضت الولايات المتحدة اليوم أوروبا نفسها تجد أن الولايات المتحدة كان معها حق بهذه التصريحات بهذه التهديدات بالاستمرار في البرنامج الصاروخي بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز والممارسات الإيرانية في المنطقة الآن أوروبا بدأت تقتنع بالموقف الأمريكي فإذا كانت إيران تراهن على تغيير الموقف الأوروبي بالعكس هي الآن جعلت الموقف الأوروبي موحدا ضدها طيب الآن طبعا القادة الأوروبيون مجتمعون في رومانيا لدراسة استراتيجيات أو احتمالات التعامل مع هذا الموضوع مستقبلا كيف ترى ما هي السيناريوهات المطروحة إذا كان بالفعل وجهة نظر أو أوروبا بدأت ترى بأن أمريكا كانت على حق ما الذي سنشهده في الفترة القادمة وخصوصا وأنه لاحظنا بأنه حتى يعني وإن كانت مثلا كان الاتحاد الأوروبي يرفض هذه المهلة سيعيد تقييم التزام إيران بالاتفاق النووي ولكن اللاجة ليست بالتصعيدية يعني كما هو متوقع الخطوة الأهم الآن إن يعاد الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن وفي هذه الحالة تعود العقوبات الدولية على إيران كما كانت عليه وهذا ما تخشاه إيران لأنها اليوم تهدد بأن الملف إذا وعيد إلى مجلس الأمن فأنها ستنسحب تماما من الملف النووي وأنها ستزيد نسبة التخصيب عن المعدل المتفق عليه ونسبة إنتاج الماء الثقيل وغيرها من الخطوات التي تعني أن إيران ستصبح قريبة بأشهر أو ربما سنة أو سنتين على الأغلب من إنتاج قنابل نووية وهذا أمر غير مقبول تماما في العالم وفي المنطقة إيران تراهن على سياسة الحافة وهي تعلم أنها تستطيع في أي وقت أن تراجع موقفها أن يصدر قرار أعلى من المرشد أو أن تناقض نفسها كما كانت في السابق وتتراجع أنا أعتقد أن الأوروبيون يدركون هذا الأسلوب الإيراني في المراوغة ولذلك سيصرون على استمرار النهج والتهديد بإعادة العقوبات والخطوة الأكبر ستكون إعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن وهذا يعني فشل الاتفاق وعودة العقوبات كما كانت عليه قبل 2015 هل بأعتقدك بأن إيران ستعيد قبل الوصول إلى هذه النقطة ستبدي استعدادها لإعادة التفاوض مثلا؟ ليس أمامها غير ذلك هي في نفس الوقت كما ذكرت لك هناك من يصرح بالرغبة في التفاوض وهناك من يصر على التشدد هذا الأسلوب الإيراني الذي يسمى bad cup good cup يعني الشرطي السيء والشرطي الطيب تمارسه إيران منذ وقت طويل هي ليست أول مرة تهدد بتهديدات وتتراجع عنها مضيق هرموز منذ ثمينينات أيام الحرب العراقية الإيرانية وهي تهدد بإغلاقه وتتراجع تهدد بضرب إسرائيل ولا تنفذ تهدد بضرب المصالح الأمريكية ولا تنفذ عندما ترى أن هناك موقفا قويا من الطرف الآخر سواء الولايات المتحدة وأوروبا تتراجع في كل الأحوال لذلك أنا توقع أن تتراجع في وقت قريب وقبل انتهاء المهلة المحددة بستين يوما طيب كيف تنظرون إلى نشر الولايات المتحدة لمجموعة من حاملة طائرات وقاذفات في المنطقة لردع إيران عن أي هجوم تعد له في ظل كل هذه التوترات وقع ذلك على إيران وتأثيره برأيك إيران لا تعرف غير لغة القوة عندما في عام 1988 وضعت لغما في طريق مدمرة أمريكية قامت الولايات المتحدة بعملية سمية فرس النبي ودمرت منصات نفط إيرانية ومواقع وقواعد وقتلت حوالي 550 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني كان هذا درسا لا ينسى ثم جاءت فترة مهادنة يعني من فترة أوباما كان يتقبل كثير من الضربات من أجل إنجاح المفاوضات ومن ضمنها القبض على إيرانيين جنود أمريكان تم القبض عليهم وأظهارهم في التلفزيون بشكل مهين ومذل ومع ذلك دفع الفدية بالدولارات أرسلت مليارات لإيران لإطلاق صراحهم تعودوا على هذا النهج الأمريكي اليوم يجدون أن أمريكا تتعامل معهم بالعين الحمراء وأنها تنفذ أي تهديد وأن ترامب فعلا إذا قال فعل والآن مجموعة الأسطول التي تقود حاملة طائرات لينكلون في طريقها إلى الخليج بالإضافة إلى أربع قاذفات بي 52 كما ذكرت نعم شكرا جزيلا لك كان معنا من جد الأكاديمي والمحللة السياسية دكتور خالد باطرفي ترجمة نانسي قنقر